إنه مثلا تحطوا أقماحهم وأقماحهم وتركوا البنت من هون لهون سلم زميلتها سميلتها ترجع هيك بصيروا البنات أحسن شوي بعدين ببلشوا بطيئين شوي 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 ببلشوا بططئ إنهم شعارتين شو يساوي بصير طابة طيئة بس مرة عمرة مرة عمرة بصيروا يركض وأهمي الشكلين بس تركض ما تطلع على الأرض لازم ترفع عينيه تطلع حدي حواليه من الضوء عم تركض عم تطلع على الأرض مرح تعرف وين زميلات تلعبنهم بغض فلازم يتركوا تترفع تطلع حفواليه تطلع حفواليه عشان تعرف وين تترعب بغض وهذا أهم شيء يعني كنت تعلموهم إذا كانت بحام تحقولها ارفعي راسم ارفعي راسم عشان تتملش من تحت صحيح يعني كباح لعبة تطلع لعبة صحيح يعني أساسياتها صحيحة وهذا أهم شيء كيف تتجرب بغض هو اللي هو كيف تتمرر بالطابة لزميلتها كيف تلعب لها بغض لأنه مش معقول يعني لاعب من أول ما تبلش طل تركض حتى تجيب يعني قد تتعاون مع عزميلات أصلاً إحنا من يكره البنة بتمسك طار بظلها رايحة طب ما إحنا يعني هاته مؤننية بتمسك طار بظلها رايحة الحالي لأ لازم يعني نمر الربان عشان نمو بصل أسرع بطريقة أسهل فهلا أسلم طريقة أو أحسن طريقة الكل بعتمدها يعني حتى إحنا يعني حتى إحنا اللي قداش إنه نلعب جهو برضه من مشتقدة لأنه إذا لعبتها بوز ممكن تروح حناكة طب يعني ما بتروح بشكل مستقيم إذا إذا بدك تواصل طالب إذا إذا أصلاً ما بتغرفي تلعب بوز ما رح نلعب ما رح نلعف نلعب يعني إنتي ركضتي أنا لعب بوزتي هنا طب يبنى قم اللعب تصفي اللعب ماء الهداء فلا هزم نكون عارفين كيف نلعب بوز زي ما حكينا نجوم وتروح مستقيم يعني مثلاً أنا بو إفون بدي أشوتي مثلاً أجيب على هداك من جومك طبعاً ما لعبتها من جوم من جومك أما إذا ضربتها بوز إذا ضربتها بوز رح تروح هناك حتى تطلع لفوق فكثير بنات بسلت من بوزة لنعودهم شوي شوي إنه من جوم يضلهم الزكري من جوم نقوموا هون قوموا هون إن أسموا البنات مجموعتين المجموعة اللي هون تلعب بوز مثلاً ميواقفة وقترجع لغرق تطلع زميلتها بتلعبوا هيك لنعودهم يلعبوا من جومك لأنه إذا من بره ما رحزوا أبداً فهذا أهم إشي كنبلش بأساسيات يعني إنه كيف يركدوا كيف تلعبوا فارس بعدين نركض لفة تانية حوالي ملعب هيك أو لأدامك عشان نحمي يجرينا شوي آه بعدين الإطارة مثلاً توافي تعمل عشان إجري عشان إيصاب لأنه لعبة القدم كدير بسل في صرار يعني أنا يعني أنا أكذب صرار يعني أنا أجري مكسر كلها أو خصوصة البنات خصوصة البنات يحي بيشوا جديد لما يوصوا ويناموا حزينهم شدت عضلي كثير أول ويحييجوا ويقول لكم هاي دربت نغرط هاي أبصر شو ما حكسرتنا هاي واعرفت الدربت فأهم إشي لازم الإجرين تحميهم صح لازم لما ينزل ويلعب يكونوا لأنه زي بحكي إبنات عنا كتور فهفية ما بلكنوا شوي لهم متعبانين فإذا عضلاتهم ما كانت مهيئة ما رحيشتلوا لما تيجي التمرين جاي رح أقول لكم مرد أنا شدت عجرى يبواجعون فلازم نشد كتير إجرينة كتير مني لازم نهيئهم إنه إنتي تنزلي تلعب وإذا ما يحيطيهم رح حصل في الإصابة وإحنا مردنا طبعا إصابة شدت مزلط كسر ما بين الأهالي كلها ترفض صراحة لما سمع بنتها هي وذا كانت خايفة ع بنتها شدت حكي مردنا شدت حكي مردنا كثير كثير مردنا فتبطلتộب التقادرت وأنتمت بعملها وإمكانه تشور على ما تقدرم تنزلي على إجر وهو شي كثير صعب فهذا أسوأ الإصابة بالتنصاب وضبعا مناتناك في فدم كثير بناتناتهم صابوهم لأنه أول إش ما بكون المحامية مناحة أ지ان إش عضلات ستكون ضعاف لا يعني العضلة تمسكرهم أجرب بعض الأوضلات وهي تصوحة جزبة إجرها لالبناء فلازم نهيئهم أكل إشي في موضوع أحذر و أتحدث أن أقول إنه لا أمر بطلع على عدلات ولم يشير مثل الزلام لأنها نسجوا ينبغى الكثير من سلسجان أسعين هم لدون ان أفضل أم أم ما ماليش و تتحدث ينافسه و لنوبة لا، لا بل منه و يجب أن تشبهتهم لأنهم يحبون فعندما حكينا الإطارة أنه سيهلة أهم نعم هناك تحت الاطار اسمه التدربات وهو 30 دقيقة كيف تمرونه فهذا عشان بدلكم كيف تمشون لانه الاشبوع الاول بترتب عليه الاشبوع التاني يعني هو مش هيكم من الهوة جاي او انه اشياء مختلفة هو بالتدرج الاشبوع التاني بتعلق بالاشبوع الاول عشان لما توصلوا لانه الاشبوع التانيش كون كلها تدمام فهذا اشي كتير رح ساعدكم انا على وقت ما كان فيه كنت اروح اوكي يلا نساوي ضرب يلا فان كان شوان صعب بالعكس الا اكليم انا اصطنوا واحد فرح عشان استفيد زي كله او هذا الفيديو او هكون صعبتك مكتوب ليكم اسمو انتو عديوو تيوتطلعووه عنادطلعوه حشو شيء او نحنا حكيانا نتعلم كيف نزر بالكورة وكيف المرة زي تمريم عشان تعالون هاي زي مكتوب الجري بالكرة ايش يعني؟ بقولك توضيح الأسلوب والتكتيك الصحيح للجري بالكرة باستخدام أو طدمين اليسرى واليومنى هلأ كيف دك تعرف البنت هي شمالية ولا يمينية؟ يمينية؟ أعطيها الطابي وخليها تروح لحالة حكي لها روح فرجيني شوني إذا استخدمت الشمال معنا لأنه في بنات ما بعرفهم منوا يستخدموا شمال وليم فإذا استخدمت الشمال هي شمالية دايما البنت الشمالية ركزوا عليها لأنها هي كثير مفيدة بالمرعب كثير مفيدة كثير مفيدة كثير مفيدة وانتخدأ شيء قدام فيعني ميحل بالتشمالية تمرير بباطن القدم ما إذا ما حكينا جوه ليهون مش بالداخلي للقدم منقسم اللاعبات إلى قسمين يعني زي كيف منوقف بنات بنات من هنا والبنات تقبالهم يعني بوجه بعض حط مجموع هون ومجموع هون لا خليهم مرهم هاي تبدأ اللاعب الأولى بالتمرير الكرب بواطن القدم للحزن الأولى من المجموع التانية وعليها السيطرة عليها ثم التمرير بباطن القدم بالأخرى يعني ايش معناه هذا لكي تكون مواضية منوقف غروب بنات هون منوقف هلا لأ حضي عشاك شريم هلا منحط غروب من البنات هون غروب من البنات قباله تمام البنت الأولى من هون تلعب مكسب من جوه بواطن إجرها البنت الثاني وتركض ورا المجموع الثاني بتركض وتروح متصفر البنت اللي هون اللي اجتها الطابق بتسلمه وتلعب باس تروح بتركوه دورا المجموع هيك عبين ما يخضوا عبين ما يتعلموا كيف يلعب باس يعني هلأ هذا احنا راح نسويه مع بعض يعني حق اللي انا وصلت معلومة انه هون مجموعة وهون مجموعة طيب المجموعة هاي انا رامت له هالباس هون تيجي هاي البنت ترجع و تيجي ترميها له هون هات وحدها صحي فهمت انه انا فكرت انه مثلا اسمهم الطالبات قبال بعض لا ازتها هي مجموع تاني مجموع تاني مجموع تاني مجموع تاني مجموع تاني احنا مجموع تاني احنا ما تيجي تلعب تلاقي بنت قدام هات العلم نعم انا كمان بتوخط مع عمليتي الجابية او بتركو دايوا بتروح بتركوه تلجها تاني صحي هلأ بعد ما نخلص هادة تلمرينات اللي هي بتكون عبارة عن مسار سيكون فيه لعب اللي هو جيم زي ما كلاتنا ملياف طبعا بكيفوا مع القيم خمس واربعين دقيقة هلأ في كل المباراة اللي هي بعد ما نخلص تمرين بعد ما نخلص كلات ولازم يعملوا هي برضو الإيطالي هي قبل ما يراب وش احنا عملنا اول واحدة إيطالي قبل ما يبدو شو لازم ته ايوه إيطالي بعد ما يخلصون عشان نرجع وضع العضلة زي ماك العضلة اللي حبت وتحبت وتتحرك وتكذر تسدو غري طلعت وقعدت وخلص طب ما هي فساتها يعني حامية حامية اذا بردت لحالة طب ما هي بتنسب مو واتيها بصير شرط العضلة مو واتيها بصير شرط العضلة لانه العضلة مالتعد لوضعها الطبيعي في مكانها فهذا هو اللي بسوق الشرط فالإيطالة قبل والإيطالة بعد كتير مهمة لازم نسوي إيطالة بعد اللي عشان نرجع وضع العضلة زي المكان فالأهيك احنا مكون خلصنا الأفضل إذا بدكم نقوم نجرب شو اللي حكينا عنا عشان كون عافين